كشفت احصايات عالمية حديثاً مملكة البحرين الأقل بين دول الخليج فيما يخص معدل استهلاك المياه للفرد الواحد عام 2023 حيث تضع مملكة البحرين حماية البيئة وموردها والحفاظ على التنوع البيولوجي في مقدمة يولوياتها التنموية نجاح متواصل لمبادرات مملكة البحرين لوضع استراتيجية وطنية شاملة للمياه في المملكة انعكست اثارها على التقارير العالمية الخاصة بهذا الشأن حيث كشفت احصائية عالمية حديثة أن مملكة البحرين الأقل بين دول الخليج العربي فيما يخص معدل استهلاك المياه للفرد الواحد في العام المنصرم ويأتي هذا التمييز اثر الجهود المبدولة لاستدامة الموارد المائية التي تحققت من خلال تفعيل اهداف تحقيق الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة استخدام وترشيد استهلاك الموارد والطاقة من خلال العمل المؤسسي المشترك بين كافة الجهة المعنية بالمملكة هذا واستطاعت مملكة البحرين من توسيع قدرتها في مجالات عدة للحفاظ على الموارد المائية من خلال انشاء مجلس الموارد المائية وتوسيع قدرة تحلية مياه البحر وتحسين كفاءة استخدام وترشيد استهلاك الموارد والطاقة ووضع آليات تقييم الأثر البيئي للمشاريع الاقتصادية وتشجيع انتاج واستخدام الطاقة المتجددة والاستثمار فيها وتطبيق نظام التمديدات المائية الداخلية والتوسع في استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة للري في القطاع الزراعي إضافة إلى تتشين العديد من الحملات والبرامج الإعلامية والتوعوية بترشيد استهلاك المياه مملكة البحرين شاركت خبرتها مع العالم من خلال مبادراتها وتواجدها الدائم في المؤتمرات والمنتديات الخاصة بحماية البيئة والثروة الطبيعية بهدف تبادل وجهة النظر وتوحيد الجهود في مواجهة تحديات ندرة المياه وسبل تحقيق استدامتها من أجل الحفاظ على المستوى الاقتصادي والنمو الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر